دشن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي احتفالية مطابخ الخير لإنتاج وتوزيع مليون وجبة للأصل الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك شهدت فعاليات الاحتفالية توقيع عقود تشغيل المطابخ المستوفاة لكافة الاشتراطات مع المؤسسات والجمعيات الشريكة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الفيوم تم تدشين احتفالية مطابخ الخير لإنتاج وتوزيع مليون وجبة جاهزة للأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك نحن النهاردة موجودين تدشين مبادرة تجهيز مليون وجبة مطهية وتوزيعها خلال شهر رمضان نستهدف أكثر من 30 ألف وجبة يوميا على أهلنا المستحقين وده طبعا تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفالية شهدت فعليات توقيع عقود تشغيل المطابخ المستوفى لكافة الاشتراطات مع المؤسسات والجمعيات الشريكة ده عشان نقدم مليون وجبة مطهية طوال شهر رمضان الكريم وكل سنة وانتوا طيبين وكل سنة والشعب المصري بخير وده بتقدم ساخنة قبل الفطار لأهلنا الأكثر احتياجا كذلك شهدت الاحتفالية تكريم ممثلي الجهات الحكومية والأهلية وأعضاء لجان فحص ومعينة مطابخ الخير ولجان التدريبي والاعتمادي والجودة ولجان المعايير الصحية والبيئية والاستدامة فضلاً عن منحي شهادات إتمام برنامج تنمية وبناء القدرات للطهات المرشحين للعمل في المطابخ ترجمة نانسي قنقر